بسم الله الرحمن الرحيم في هذا الدرس إن شاء الله رح نسوي البرنامج حق ال PMI Calculator خلونا نبدأ مشروع جديد ونسميه هنا PMI Calculator تمام؟ عن هذا الاندرويد ستوديو سبق أنه شرحنا كيف الاندرويد يشتغل وكيف طريقة تركيبه حنا نبغى يكون فون ان تابلت نبغى يكون يدعم من الايس كريم ساندويتش فوق في الاندرويد كل هذي خيارات إن شاء الله بعدين يعني نكون نتعمق فيها أكثر نبغى Empty Activity اللي هي نافذة فاضية تمام؟ خلها نسميه Main Activity ما في مشكلة حاليا طيب الآن ننتظر الاندرويد ستوديو يبدأ بس طيب حلو الآن بدأ معنا إن شاء الله الاندرويد ستوديو بدأنا نشتغل على الموضوع الآن أول شي طبعا بنسويه تذكرون حنا صممنا شو اسمه؟ صممنا الواجهة فخلوا تصميمنا هذا نطبقه الآن طبعا ما نبغى الهلو ورد هذا ما نبغاه إحنا وش نبغى الآن؟ تذكرون أننا حطينا ثنين مربعات إظهار ناس مربعين لإظهار ناس اللي هم Text View هذي ومربعين لتحرير الناس اللي هم Plain Text وحطينا زر وحطينا مربع تحت برضو إظهار ناس عشان يظهرنا الريزولت خلو نسويها الآن خلو ناخذ طبعا بكل بساطة تيجي أنت أنت عندك هنا كل الأشياء اللي يسمونه الودجت أو الكنترولز أو الكمبوننط اللي تقدر تحطها في الواجهة الرسومية حق برنامجك خلو ناخذ واحد من الكمبوننطس هذي اللي هو مربع اللي نقدر نظهر فيه ناس هذا المربع الآن عندك هنا خصائص علمين هنا عندك خصائص المربع هذا خلو نسميه المربع هذا H-E-I-G-H-T هذا الهيط اللي هو ارتفاع اللي هو ارتفاع زين؟ ونجي نضع هنا جنبه مربع اللي هو مربع تحرير ناس اللي رح يكتب فيه المستخدم أو الشخص رح يكتب في المربع هذا الارتفاع حقه خلو نشيل الكلام اللي موجود فيه هنا من اليمين نشيل طبعا هنا موجود شن الكلام اللي مكتوب فيه تمام هنا طبعا نبغل الكلام يدخلوه المستخدم الآن في ملاحظة مهمة جدا بس لما تصمم الواجهة طبعا هذا تصميم بداي جدا فيه طرق للتصميم وفيه اشياء كثيرة بس حنا الحين يهمنا بس تسوي برنامج بسيط زين فإن شاء الله بانشي هذي بيتطور معنا كثير في المستقبل الآن طبعا هذا الاندرويد قدامك زين الآن لو تشغل البرنامج هذا خلو نجري بنشغله طبعا هنا تقدر تتبني البرنامج الاندرويد الآن ننتظر بس بنع البرنامج طيب الآن بنى البرنامج خلو نشغل البرنامج الآن زين نجي نشغل البرنامج قال لي استخدم تبغى تستخدم جوال حقيقي والأميوليتر سنتفقدنا بنستخدم أميوليتر اللي هو محاكي الجوال وننتظر الآن الأميوليتر يشتغل معنا هذا الأميوليتر الآن يشتغل طبعا ما زلنا ننتظر الأميوليتر عشان يشتغل معنا طيب الآن شو اسمه قلونا الآن نشغل نشغل البرنامج تمام حط كيف يشتغل البرنامج الآن الواجهة اللي قدامك هنا تختلف عن الواجهة اللي موجودة هنا قدامك لاحظوا أن كل الأشياء هنا صايرة في الركن هنا يصار زين السبب في الموضوع هذا دخلونا نسكر البرنامج أول حقنا الآن زين طيب شكرنا البرنامج سبب في الموضوع هذا سبب بسيط جدا طبعا ما رح يشرح لكنا التفاصيل لكن بكل بساطة بس تأكد أنك لما تيجي تضع شي تأكد أنك تربطه بالإيسار هنا وتربطه يعني بالطرف الإيسار وتربطه بالطرف اللي فوق ثم بعد كده تحركه للمكان اللي تبغاه زين هذا مهم جدا عشان يكون موجود في المكان اللي أن تبغاه واربطه للفوق وبعد كده حركه للمكان اللي تبغاه والطريقة هذه إن شاء الله لما تشغل برنامج تضمن أنه رح يكون فعلا يظهر في المكان اللي قدامك فالبالله لا تنسى بس الخطوة هذه طيب الآن نحن نتفقنا نبغى height ونبغى برضو wait فأنا رح أنسخها ولا شو اسمه رح ألصقها مرة ثانية هنا شو اسمه اللي هي طيب هذا المربع الثاني هذا الآن رح نستخدمه للwait زين نكتب هنا wait تمام؟ نفس الشي رح أنسخ هذا وألصقه الآن ألصقته وراح أسحبه تحت عشان يكون قدام الwait زين؟ طبعا أترك الديزاين لك ما يحتاج يكون ديزاين حقنا مي بالمية مضبوط زين؟ أخيرا أو عفوا ما أخيرا نحتاج هنا الآن نزر هذا الزر هنا موجود زين؟ فنحتاج أننا نسحب زر هنا ونضع هنا وهذا الزر رح يكون الكلام اللي مكتوب فيه نفس الشي طبعا الزر لما نسحبه لابد أننا نربطه بالإسار هنا ونربطه بالفول وبعد كده نضعه في المكان المناسب المطلوب تمام؟ وهنا نسمي البوتون هذا نسميه Calculate BMI تمام؟ فطلع نكتوب قدامنا Calculate BMI نحتاج هنا تحت مربع آخر لإظهار النص وليس لتحرير النص نضعه هنا طبعا لاحظين ليش أنسخه للسقط لأنه إذا نسخته للسقط جاهزه مربوط إساره تحت زين؟ وهذا المربع رح يكون مكتوب فيه أو رح يكون فاضل قال له فاضل آن زين؟ لحظ أنه كان نمو موجود بس أنه موجود تشوفه هنا وتشوفه هنا الآن حنا صممنا الواجهة الواجهة جاهزة الآن بقينا ننتقل للخطوة التالية بعد تصميم الواجهة لكتابة الكود وتذكرا كتابة الكود رح يكون قسمين رح يكون فيه كتابة الكود الخاص بالواجهة هذه الخاص يعني بالتعامل مع الواجهة هذه الكود اللي رح يشتغل لما الزر هذا يشتغل وفيه الكود حقøre technically Calculator بزنس لوجيك الأساسي الوبجيكorf اللي حنا سوينا ترجمة نانسي قنقر